ألقت وزيرة التعاون الدولية رانيا المشاط كلمة في افتتاح معرض ومنتدى اكسبورت سمارت والذي يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار دفع العلاقة السنائية بين مصر والولايات المتحدة مانا من الحكومة المصرية بأن النمو الاقتصادي الشامل لن يتحقق دون تقديم الدعم الكامل الفني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحرص وزارة التعاون الدولي من خلال التفاوض مع شركاء التنمية على توفير التمويلات الإنمائية الميسرة لدعم هذا القطاع الهام حيث وصل حجم التمويلات التنموية الجارية التي تمت إتاحتها إلى نحو 940 مليون دولار سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر أو الجهات الحكومية المعنية وخاصة وزارة التجارة والصناع والتضامن الاجتماعي